صدقني أسهل من هذه القاعدة مفيش نقول what a يعني نقول what an كلاهما بمعنى يا لهو دائما تستخدمها للاستغراب للتعجم شي جميل فتقول what a وثم تكمل تضيف الصفة نقول طيب what a ومتى نقول what an نقول what a لو الكلمة اللي راح أضيفها أول حرف فيها لم يكن من حروف العلة ونقول what an لو كان أول حرف من الكلمة اللي راح نضيفها من حروف العلة بس وش هم حروف العلة بكل بساطة هما هذا الوجه 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 هو عبارة عن حرف الو الفم يو الخشم اي العينان وعندك اي وعندك اي كذا صار عندك خمس حروف مهمة جدا أي كلمة تبدأ بأحد الحروف الخمسة هذه لابد انك تضيف an وما تضيف ا فبسم الله نبدأ مع أول مثال what a great idea what a great idea قلت أ لأن great بدأت بحرف الجي والجي ليس من حروف العلة what a great idea واو وش دي الفكرة الجهنمية يا أخي أعنيك الفكرة ها الجملة دي مهمة لك وقلنا لا ها بالله يعلمني في الدوام في أي مكان أحد قال حاجة حلوة فكرة جميلة انت تقول واو what a great idea ثالث ثاني وناخد معا حروف العلة ونقول what an amazing day what an amazing day لو تلاحظة الآن قلنا an بعدين amazing لأن amazing بدأت بحرف A والA من حروف العلة what a lovely baby what a lovely baby وش دو الولد الزين وش دو الطفل الحلو والله تقولها والد a newborn baby baby فنقول وواو what a beautiful or what a lovely baby وش دو الطفل الجميل أضفنا A لأن baby بدأت بحرف الB والB ليست من حروف العلة شفتك فجأة أقول what a surprise to see you what a surprise to see you وش دو الصدفة الحلوة لجماعتنا واو يا لها من مفاجأة جميلة لرؤيتك what a shame تذكرونها سبق وشرحتها كنت أمشي كذا في الليل وصورت لكم ونزلت اللي ما شافي أرجع أشوفها what a shame وقلنا بمعنى يا له من عار أنا كنت أسمحها في بداياتي في النغة الإنجليزية قلون ورشيم جبت العيد لنفسي بنفسي لكن اعمل حسابك إن what a أو what an ترح تسمحهم ورا what a great day what a great day what a lovely baby what a lovely baby درس أسهل من كذا ما فيش خذ what a what an ضيف كل واحدة فيهم في جمل بس ضيفها لمفرداتك لا يكفي إضافة الجمل بل الأهم إنك وانت تصولي في إنجليزي حاول تستخدم هذه المصطلحات مهم جدا أنك تطبق أنت الذي يخلق المواقف أنت الذي يخلق المحادثات لأنك أنت الضراحة يقول لك هاي how are you do you speak English do you want to practice English ما يصير هذا الكلام أنت لازم تفتح الحوار لازم بحت كوفي وطلبت قهوة وواو what a beautiful coffee thank you thank you نعم أنا مارست تقدر تصويد نفس الحركة هذه يا يا سلام يا 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 شكرا